شعبي أشكال كتير الشعبي هو زي الأغاني زي بهية ورشدي والعزبي والحاجات دي الأغاني اللي هي كبتتقال وزي أنا كل ما جولي التوبة لعبد الحليم ده لون ونوع وزي أغاني إليسي وبوسي والحاجات اللي هي الشعبي فيه دلوقتي شعبي اختلف لهو المهرجانات ده حاجة تانية هو تطور شوية للشعبي بقالات الدرامز بحاجات كتير تضافت على المزيكة بس عموما الاتجاه كله رايح لنحنة الحتة دي أية ممكن تروح لي الحاجات دي بوس أنا يعني كشكل موسيقي هقولك على حاجة ممكن وليه لأ بس الأول أولا لو أنا غنيت مهرجان لازم أن أنا ما اختارش أي كلمات زي ما أنا ماشية لأ دي مفروغ منها أكيد أنا بكلم على الشكل الموسيقي الشكل الموسيقي اختلف فيه في النوع ضف أنا زي ما بقولك عليه آلات اللي هو الدرامز آلات معينة ضفت فبقا يقولك أول ما تسمعه وتقول ده مهرجان بس هو الفكرة فيه أن أنت تعمل مهرجان حلو بدون كلمات موسفة فتنجح لكن مش أن أنت تحط كلمات وتعمل بيها تحط السم في العسل للأطفال اللي بيسمعوك دي مشكلة ما ينفعش تحط كلمات زي حشيش أو كده في كلمات أغنية فتقدمها للناس لأن الأطفال اللي من سن 12 و 9 سنين و 13 سنة بيسمعوا الحاجات دي وحفزنها وحفزنها بيتربوا عليها وبيقولوها وبيرددوها في كل مكان طب فين التربية لازم إحنا نصنع جيل إحنا قدوة لجلنا لما نقدم حتى دي مسؤولية الفناني مسؤولية يعني أنا في حاجات كتيرة لما بتبقى في أعمالي ممكن أبدل كلمات تحسن أن هي مش حلوة منفعش أنا قدوة للناس في كل تصرف كل حاجة لازم أقدم حاجة كويسة ترجمة نانسي قنقر